سبت تواصلت منافسات دور كأس الأمير محمد بن سلمان بثلاث مباريات لحساب الجولة الثالثة عشرة الباطن تعادل مع الحزم سلبياً لاتفاق تفوق على الفيسل بهدف وآخراً لاتحاد الثالث استقبل متذيل الترتيب الطائم مدياً ردوان مع كل التفاصيل نتابع أصدقاء الأمس سلام حار نمر على المدرجات كوانترا متوتر قبل اللقاء تواصل السلام على السيرة مدرب الطائم من يعرف خبايا والتفاصيل الاتحاد والفرصة الأولى كانت للضيوف بتصويبة قوية عدت بسلام العميد نظم الخطوط لعب العرضيات شكل التهديد ورومارينيو البرازيلي يعرف جيداً الطريق الصحيح رومارينيو الهداب جدد زيارة الشباك كما جدد عقده مع الاتحاد والهدف اعترف به الفار فالخط الأزرق مريح لبال العشاق وفرحة المدرب الروماني كوزمين كأنه ملاكم قض على خصمه كأنه هو من أحرز الهدف فيما سيرى فالصورة معبرة عن الحال والمدافع أحمد حجازي سبب الارتباك بإعادة الكرة إلى الحارس لكن تم التدارك والتشتيت والطائي عادة ما ينطفض عند النهايات والكرة الثابتة رفعت المعنويات بالعودة هذه المعنويات هذه اللوحة الفنية من اللاعب رقم واحد في الاتحاد الحاضر الدائم في الضراء قبل السراء إنه يا سادة جمهور الاتحاد بلون شعر جديد حاول كورنادو تعزيز الأرقام لجلب الأمان لكن الحارس البلغاري للطائي أبعدها باقتدار بعدها بدأ مسلسل اتحادي بعد ثلاثة أسابيع من الراحة دون مباريات توالت الإصابات حدث ولا حرج هوساوي حمدان الشمراني العبود وكل هذه الأسماء تم استبدالها وقرابة الخمسين ألف يشاهدون الطائي يحاول التعديل ففارق الهدف غير مطمئن ومسلسل الإصابات استمر على جميع الخطوط والضيوف ما عرف استغلال الفرص في وقت غاب فيه الاتحاد كليا عن التهديد والهجوم فبقيت الجماهير تهتف كما بقي المدرب كوزمين متوتر في النهاية خرج الاتحاد من مأزق الطائم متديل الترتيب خرج بهدف وصدارة وبكامل النقاط مدن رضوان صدى الملاعب أبدأ معك أستاذ أحمد هذه المرة يعني الاتحاد حقق المطلوب وعاد للصدارة وعنده مباراة كمان مؤجلة أمام الهلال لكن لم تكن يعني أو لم يكن هذا الفوز سهلا خاصة في الشوطة الثاني هند الاتحاد حقيقة عاد للصدارة بكل جدارة عاد من خلال أداء عاد من خلال روح عاد من خلال مدرج هو من يصنع القرار إذا كان هناك أشخاص وإدارات في أنديا أو أعضاء الشرف يصنعون قرار في الاتحاد مدرج هو من يصرع القرار وهو من يدعم الاتحاد وهو أيضا من يسجل حضور عندما يحتاج الاتحاد الاتحاد اليوم حقيقة يعيش وضع مختلف صبر الثلاث سنوات أخطاء الثلاث سنوات من إدارة أنمار الحائلة وعمل الثلاث سنوات هذا نتاجها نتاجها هذا الفريق المبهر هذا الفريق الرائع وهذا الجمهور اللي يعاد طبعا للمدرجات بكل حبه سيكون لعب رقم واحد في كل ملعب يكون في الاتحاد في جدة في أبهى في الرياض فأعتقد أن الاتحاد بيسير بخطة الواثق نحو الصدارة لكن هناك أيضا فرق لا تقل أيضا عن قيمة الاتحاد الفنية وفي النهاية سيكون من صالحنا التنافس سيكون بين ثلاثة فرق على مستوى عالي الشباب الاتحاد الهلال أما البقية ربما يتنافسوا على من الثالث وانتماشي على ما يقولوا وهذا قدرهم عموما أبارك الاتحاد هذه الثلاثة نقاط أبارك له الصدارة وأبارك له هذا الجمهور الكبير وأبارك الجمهورة هذا التيف الجميل اليوم هذا التيف الجميل اليوم يشكل علامة فارقة في مسيرة مدرجاتنا مدرجات كرة القدم السعودية بالمقابل أستاذ عبد العزيز الطائل صحيح أنه متديل الترتيب لكن دراية المدرب السييرا بالاتحاد صعبت المهمة اليوم وكان ممكن أنه أقل شيء يخرج متعادل برغم أن هذه خسارة الطائل الثامنة هذا الموسم أول شيء يقول مبروك الاتحاد مبروك للطائي هذا المدرب الداهية وهذا الفريق اليوم أختلف مع أبو محمد اليوم فاز الاتحاد وحصل على المهم الثلاث نقاط لكن الحقيقة كان فوز باهت كان في ضعف في وسط الملعب ذات النادي الاتحاد كاد الطائل أن يعدل النتيجة خاصة في الربع الأخير من الشوط الثاني الاتحاد عنده مشاكل في الهجوم عنده مشاكل في الوسط حتى حجازي اليوم خطأ الحمد لله ربك ستر فأنا أعتقد أن الطائل اليوم كان ند كبير اليوم ما ميز المباراة فقط هو المدرج الاتحادي الذي تقارب خمسين ألف متفرج وكما ننسى أنه عنده مباراة أقل لا بس لحظة نتكلم على المستوى هو ثلاث نقاط لكن في هذا المستوى لن يذهب بعيدا نختلف مع أبو محمد كليا الشباب حتى النصر لو عاد بالمستوى اللي شخص البارع وناقص حتى الهلال نعم شكرا